أفادت مصادر قبلية بأن أبناء قبائل أرحب وبن الحارث المحتشدين منذ أيام في منطقة بني الحارث بالعاصمة المختطفة صنعاء أمهلوا اليوم الجمعة مليشيات الحوثي ثلاثة أيام لتسليم المتهم بتصفية أحد أبناء أرحب المجني علي عبد الرزاق حمود أحمد ناصر الشرادي وذكرت مصادر قبلية بأن قبائل أرحب وبن الحارث أعلنت في بيان بعد اجتماع القبيلتين لمطالبة الحوثيين بالقفض على المتورطين في قتل الشرادي في العاصمة المختطفة صنعاء والتي تشهد انفلات أمني غير مسبوق وأضفت المصادر أن البيان الصادر عن ملتقى قبيلة أرحب وبن الحارث أمهل مليشي الحوثي ثلاثة أيام فقط لتسليم الجونال العدالة حال تجاهلت المليشيات تلك المهلة الممنوحة فإنها ستلجأ إلى التصعيد القبلي